عبارة عن طاقة شمسية سلبية لا أستطيع تخزينها من الصعب جدا تخزينها لا أستطيع تجميعها ولكن أستفيد منها على شكل دفع يعني للتدفئة أو للإضاءة مثلا فأستفيد منها في التدفئة والإضاءة فقط ولا أستطيع الاستفادة منها في شيء آخر وبالتالي أعزائي سميت هذه الطاقة بالطاقة الشمسية السلبية لأنني لا أستطيع الاستفادة منها بشكل مباشر ولكن كيف أستطيع الاستفادة يعني ربما نستطيع الاستفادة منها ولكن عن طريق البناء لاحظوا معي أعزائي أنني إذا أردت الاستفادة من أشعة الشمس السلبية يجب أن أبني بناء مخصصا لتجميع هذا النوع من الطاقة لاحظوا معي هذا المنزل مبني للاستعمال الطاقة الشمسية السلبية ويستخدم عادة لتدفئة المنازل لاحظوا معي أولا هذا البناء أولا نوافذه الزجاجية تكون كبيرة لكي تحصل على أكبر قدر من الأشعة الشمسية وكذلك الحوائط تكون مبنية من مادة تمتص الطاقة الشمسية مثل الإسمنت وغيرها يمتص كل الطاقة الشمسية وهذا كلها يحدث في أثناء النهار أيضا حتى الأرضيات الجدران المنازل كلها تكون مصبوغة بلون قاتم أيضا ليمتص الحرارة وكذلك هناك لدينا في أحد زوايا المنزل سيكون لدينا خزان وهذا الخزان متصل بأنابيب على أرجاء المنزل وهذا الخزان مليء بالماء ويمر هذا الماء داخل هذه الأنابيب وتنتشر في جميع أرجاء المنزل فهذا في بناء المنزل الذي سأستعمله لتدفئة المنزل باستخدام الطاقة الشمسية السلبية ماذا سيحدث؟ لاحظوا معي الآن هذه هي الشمس في النهار ستدخل أشعة الشمس إلى المنزل عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة وسيحتفظ المنزل بجميع الحرارة في أثناء النهار لأن لديه العوامل التي يستاعدها على ذلك فماذا سيحدث للأنابيب لهذه الأنابيب وخزان الماء سيأخذ جميع الحرارة وسيحتفظ بها لأن الماء يحتفظ بالحرارة طيب في أثناء الليل ماذا سيحدث؟ في أثناء الليل تنخفض درجة الحرارة ويبرد المنزل ماذا سيحدث؟ سيقوم هذا الخزان المائي عفوا سيقوم هذا الخزان المائي بإشعاع الحرارة مرة أخرى في أرجاء المنزل هذه الحرارة التي احتفظ بها طول اليوم سيطلقها في الليل وتستمر العملية في ثاني يوم تجميع الحرارة ثم توزيعها تجميع الحرارة ثم توزيعها فهذا بالنسبة لي الطاقة الشمسية السلبية أما النوع الثاني من الطاقة الشمسية هي الطاقة الشمسية الإيجابية الطاقة الشمسية الإيجابية الاختلاف أنني هنا أستطيع استخدام أجهزة وهذه الأجهزة أستعملها لتجميع وتخزين وتوزيع الحرارة الناتجة من أشعاع الشمس فلاحظوا معي في هذه الصورة هذا عبارة عن مجمع حراري ماذا سيفعل هذا المجمع؟ نضعه فوق مثلا أسطح المنزل أو سطح البناء هذا عبارة عن شرائح أو ألواح داكنة جدا لماذا داكنة؟ حتى تمتص كل الطاقة الضوئية والحرارية من الشمس فتمتص الطاقة الشمسية هذه الألواح وتكون موصلة أيضا بنفس فكرة الطاقة الشمسية السلبية تكون موصلة بأنابيب وهذه الأنابيب تحتوي على مادة مثل ماء أو هواء أو مادة مانعة للتجمد أو ما إلى ذلك مضادة للتجمد عفوا فبالتالي هذه الفكرة الأساسية من المجمع الحراري ماذا سيحدث؟ لاحظوا معي هذا المنزل هذه صورة تخطيطية بسيطة الذي سيحدث أن هذه هي مجمعات للطاقة الحرارية موصلة كما ذكرنا بأنابيب هذه الأنابيب طبعا هنا لدينا حرارة عالية جدا موصلة بأنابيب فيها ماء هذا الماء سيكون حار جدا بسبب الطاقة الحرارية الموجودة من الشمس فينتقل عبر أرجاء المنزل هنا في خزان موجود تحت الأرض أو في الطابق السفلي ماذا سيحدث؟ سيجمع الماء الساخن ويوزعه مرة أخرى على أرجاء المنزل فتنتشر التدفئة داخل المنزل يمر الماء الساخن في الأنابيب ويدفئ المنازل ويعود مرة أخرى مرة ثانية سألاحظ أنه سيعود مرة أخرى إلى الخزان على شكل ماء بارد فقد حرارته وتحول إلى ماء بارد ويقوم هذا الخزان بتسخينة أو عفوا بإرساله مرة أخرى إلى مجمعات الشمس وتسخينة ثم يبرد ويسخن وهكذا تحدث العملية طوال الوقت ولكن لاحظوا أننا استخدمنا أجهزة لتجميع وتخزين وتوزيع الطاقة هناك نوع آخر أيضا استطيع الاستفادة منه من الطاقة الشمسية وهي الخلايا الكهروضوئية سأريكم صورة الآن وستعرفون عليها ولكن قبل أن أريكم الصورة الخلايا الكهروضوئية أو تسمى خلايا الـ PV هذه الخلايا هذه هي الشكل الخلية هي عبارة عن رقائق مصنوعة من مادة شبه موصلة مثل السيليكون أو السيلينيوم وهذه تنتج الكهرباء مباشرة ماذا سيحدث؟ عند سقوط أشعة الشمس هنا هذه هي أشعة الشمس تسقط على هذا لوح السيلينيوم أو السيليكون مادة توصل التيار الكهربائي ماذا سيحدث؟ ستنطلق الإلكترونات وترتفع إلى مستويات عالية طاقة عالية تتحرك الإلكترونات فحركة الإلكترونات هي في الأساس عبارة عن تيار كهربائي فهذه الإلكترونات تتحرك وتنتقل لاحظوا تنتقل تضيء المصباح ويتولد التيار الكهربائي فقط من خلال أشعة الشمس هذه الشرائح الكهروضوئية تستخدم في العديد من الأجهزة مثل الحاسبات، الكالكوليتر ستلاحظون هناك شاشة موجودة فوق الكالكوليتر بهذه الطريقة لونها شوي يبني هذه الشاشة هي عبارة عن خلايا PV أيضا تكون أحيانا موجودة في ساعات اليد ولها استخدامات عديدة أخرى ومن أهم مميزات الخلايا الكهروضوئية أعزائي أنها لا تسبب التلوث هذه هي الخلايا الكهروضوئية التي أخبرتكم عنها لاحقا ربما عرفتموها الآن أولا أنها لا تسبب تلوث ثانيا خفيفة الوزن جدا وزنها خفيف جدا لا تسبب التلوث وأيضا لا ينتج عنها النفايات ولا تستهلك مواد كثيرة في تصنيعها فهذه كلها عبارة عن مميزات لهذه لا تسبب التلوث مميزات كبيرة جدا لهذه الخلايا وكذلك تعيش لفترة زمنية طويلة جدا فبالتالي توفر علي التكلفة المالية وهكذا أعزائي الطلبة أشكركم جزيلا على حسن مشاهدتكم ألقاكم مرة أخرى بإذن الله تعالى تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر